فاكرين من كام يوم قدتلكم قبل مباراة الزمالك مباراة الاهلي والزمالك في فاينال السوبر المصري تحديدا ما بعد مباراة الاهلي والسيراميكا وما حدث مع محمود عبد المنعم كهرباء وترحيله إلا الكاهرة وتغريمه مليون جنيه من المدير الرياضي للنادي الاهلي كابتن محمد رمضان قدتلكم كهرباء أملوا أن الاهلي يفوز على الزمالك لو فاز الاهلي على الزمالك في نهاية السوبر المصري الدنيا هتمشي مع كهرباء والأمور هترجع لمجارية لو كان الاهلي خسر من الزمالك كهرباء ما كانش هيكمل مع النادي الاهلي كان مؤكد النادي الاهلي كان هيستغنى عن كهرباء يبيع ويعيره بس ما كانش هيكمل مع النادي الاهلي عموما حدث ما تمناه كهرباء وفاز النادي الاهلي على الزمالك واعتزر كهرباء لكابتن محمد رمضان المدير الرياضي واعتذر لمارسل كولور المدير الفني وانتظم كهرباء في التدريبات الجماعية اليوم تدريبات الاهل الجماعية ودي الصورة النهاردة كهرباء ومارسل كولور طيب السؤال دلوقتي سؤالين تعالي عشان اقولك السؤالين السؤالين مهمين جدا السؤال الاول هل معنى ان الاهل سامح كهرباء او سامح كهرباء النهاردة واللاعب شارك في التدريبات الجماعية هل ده معناه انه تم رفع الغرامة الموقعة عليه المليون جنيه لا لا دي حتى هذه اللحظة وده اللي قاله له الكابتن محمد رمضان انزل التدريبات خلاص المدير الفني وافق بس ده ملو شاركة بالغرامة بس هناك وسطاء في الامر من اللاعبين ومن الادارة خلاص نعف عن الغرامة بتاع الكهرباء غرامة كبيرة ولحظة زعر ولحظة غضب وإحنا فرحانين دلوقتي والدنيا مشى فخلاص هو تعلم من خطر سكابتن محمد رمضان حتى هذه اللحظة ما رفعش الغرامة المالية على محمود عبد المنعم كهرباء دي نقطة النقطة التانية هل مشاركة كهرباء اليوم في التدريبات الجماعية تضمن له التواجد في قائمة النادي الاهلي لمباراة العين لا والنسبة الأكبر أنه كهرباء هيبقى خارج قائمة النادي الاهلي في مباراة العين النسبة الأكبر تصل لتسعين في المية بسيب العشرة في المية دي لأي ظروف ممكن يحصل إصابات ممكن يحصل ابتعد عن مستوى بعض المجمين فيضطر يدخل كهرباء يعني ممكن لأي سبب بس بنسبة تسعين في المية كهرباء خارج مباراة العين طيب سؤال تالت هل مارس الكولر بعد اللي حصل النهاردة ده كهرباء يبقى متواجد معاه بعد ده حتى مباراة العين بشكل طبيعي غالبا لا ومن حكم معرفتنا بمارس الكولر وشخصية مارس الكولر لو قفل من لاعب حتى لو موجود ما بيشمهاش كتير ما بيشوفهاش كتير كهرباء وضعه هيبقى صعب جدا تصوري مع الفرقة فرقة الأهلي الفترة اللي جاية بيساوي بأخطاءه مش بيساوي حد بيزلمه التصور بمارس الكولر مش هيعتمد على كهرباء كثيرا الفترة اللي جاية تقول لي ما ممكنش بيعتمد عليه كثيرا لا ممكن ما تشوفش كهرباء في كثير من الأحيان في قائمة الأهلي أصلا للمباراة في كثير من الأحيان دي حكاية كهرباء من طقطة لسلام عليكم لو هتسألني هقول لك كهرباء نص حياته في الكورة كانت مشاكل وعقوبات وغرمات وحاجات كان هو يقدر ما يدخلش فيها ولما تيجي تحسب كهرباء كده وتفكر في كهرباء هو مش من لعيبة المتمردة ولا بتاعت أزمات ولا بتاعت مشاكل بس أحيانا انفعالاته ما تبقاش محسوبة ممكن لها علاقة بشخصيته بنا أدم طيب بنا أدم ما بيحسبهاش قبل ما يتكلم تفاصيل ده مش بيعفع من الغلط بس أقصد أنه أخطاقه اللي هو تقول يا جدع أنت بتعملها ليه ليه بتأذي نفسك يعني يصعب عليك أكتر ما أنت هتبقى متنرفز منه في العباء أنت بتبقى متنرفز منها وتقول إيه إن شاء الله تتعاقب مئة سنة وإن شاء الله يتم بيعها بس الكهرباء حسنه يصعب عليك أنت ليه ليه بتعمل في نفسك كده ليه دي حكاة الكهرباء